أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن نيته تقديم خطة لبناء ثلاثة ألاف وحدة استيطانية جديدة وإقامة مناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. يأتي أعلن نتنياهو هذا قبل ساعة من الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود التي ستجري يوم الخميس حيث تنحصر المنافسة بين نتنياهو والوزير السابق جدعون ساعر. يشار إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذا الإعلان للحصول على دعم أعضاء الليكود في المستوطنات كما نجح منافسه على رئاسة الحزب ساعر على استمالتهم والحصول على دعم نسبة عالية من منتسبين الليكود في المستوطنات.